أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من بيت للكل والذي واكب مجريات هذه الحرب الملعونة على أبناء شعبنا منذ بدئها وما يدعو لشيء من الريبة هو إصرار نتنياهو وأركان حربه على إطالة أمد هذه الحرب أيضا هو رفض أي هدنة إنسانية حتى اللحظة للوقوف على حقيقة الأهداف الإسرائيلية الكامنة خلف ذلك نستضيف الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للأبحاث السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور أهلا بك أهلا بك أهلا بك أولا هل هناك قصدية بإطالة أمد هذه الحرب من جانب نتنياهو وأركان الكابينات الأمني لا لا إسرائيل عادة لا ترغب بحروب طويلة الأمد لأسباب كثيرة أول سبب هو أن الجمهورة أو جبهة الداخلية هي جبهة دائما هشة وضعيفة ولا تحتمل ثانيا إسرائيل دولة عملية أو كيان يعتمد على السياحة والصناعة والتجارة يعني وبالتالي اقتصاده يتأثر جدا بإطالة الحرب ثالثا إطالة الحرب أيضا فيها خسائر حقيقية في الأرواح وبيضا هذا لا تتحبل الجبهة الداخلية ثالثا أو رابعا إطالة الحرب أو الحرب الطويلة المدى عمليا يستنزف كوى إسرائيل ولاحظوا أن إسرائيل أي حرب تدخلها دغري الأطلسي كله يعني يساعدها حتى بالذخائر ما يدل على أنه هاي دولة جد هشة هشة جدا للداخل لذلك هي لا تميل إلى الحروب الطويلة ولكن هذه المرة يبدو أنه الإذن الذي أعطي لي إسرائيل من أجل أن تنهي مهمتها القذرة لم تستطع أن تنهيها بالوقت المحدود وبالتالي واضح أو لاحظ أنه هناك فيه تآكل في الدعم الغربي لهذه الحرب المجنونة وكما سميتها الملعونة فيه يعني هبة حقيقية في الشعر الغربي الأمريكي والأوروبي فيه أيضا صمود فلسطيني صمود الشعب الفلسطيني وهو صمود أسطوري بالنقطة أخيرة وأنه الخسائر التي تعلن عن بعضها إسرائيل وهي خسائر واضحة كثيرة صحيح طيب لطالما تحدثنا في مرات سابقة عن ما تمتلك إسرائيل من قوة غاشمة تكاد هي الأعتى تكون الأعتى في المنطقة وربما بالعالم لكن لطالما رفق التالي جدل أنه هل بإمكان إسرائيل أن تستخدم هذه القوة الغاشمة التي تمتلكها في مواجهة ما قادمة معنا أو مع غيرنا من دول الجوار هذه الحرب أثبتت أن نعم هي إسرائيل تجاوزت ربما كل التوقعات وأفرطت في استخدام القوة دكتور هي صاحبة قوة آه نعم هي ذات قوة هائلة ومش بس لأنها هي قوية لأنه الأطلسي وراءها تماما ورأيت أنه يعني أمريكا تمدها كما قلت بالذخائر المتقدمة جدا لكن إسرائيل لا تستطيع أن تستعمل أسلحة غير تكليدية لا تستطيع بلا إسباب الكربجيغرافي لكن استخدمت مثلا الفوسفور الأبيض هذا محدود ويمكن برأي حسب التصورات إسرائيل أنها تستطيع أن تنجو من العقاب لأنه وراها قوة تمنع مجلس الأمن أن يعاقبها لاحظوا أن إسرائيل هذه الحرب عطلت كل هيئة الدولية عطلت مجلس الأمن الصح العالميين التغذية العالمية اليونسيف اليونسكو كله عطلته بالتالي تستطيع إسرائيل أن تعطن وبالتالي تستطيع أن تستعمل قوة أو أسلحة محرمة دوليا واستعملتها فيما سابق على فكرة أنا أريد أقوله ما عملت إسرائيل ليس إن استعملت أسلحة محرمة إسرائيل تجاوزت ونقضت ولم تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني بتالي إسرائيل هذه المرة قالت للعالم كله بما في الإقليم إنه إحنا ما تتوقعوا مننا أي إشي أن نكون أنه شن حرب الأخلاقية أن نتجاوز القانون الدولي والإنساني والعرف أقول لك حتى الكرام الإنسانية يعني عندما يكون دولة جاشمة إن هذا النوع تحاصر أطفال خدج بحجة إنه فيه هذا يستعمل كدرع بشري هذا فوق التصور تمت رسائل ما بين الثانية دكتور طبعا طبعا إن إسرائيل لا أحد بين كوسين يعبث مع إسرائيل إسرائيل تستطيع أن تذهب بعيدا بمعنى إنه لا أحد يقيدها ليه؟ وراها الأطلسة هذا أولا ثانيا فيه عندها لعر عجيب الرسائل إلنواء للكل لمين؟ آي ولل مين؟ طلع تدمير غزة هذا لكل عاصمة عربية هذا رسالة لكل عاصمة عربية لكل جماعة عمليا تعادي إسرائيل بين كوسين والأهم من كل ذلك هو رسالة لطهران إنه الطهران بس تشوف غزة يعني طهران هي على المهداف القادمة في جدول الضرب مش روحها النووي أذرعها وكلاءها عمليا إسرائيل طبعا أنا شخصية أقول مش بس لطهران هي هذا الرسالة لكل العاصمة العربية في حالة يعني إن شاء الله تنتهي هذا الحرب على خير بإذن الله لكن نفترض نهايات أسوأ أو سيناريات أسوأ عمليا إسرائيل تقول للإقليم العربي اسمعوا إذا لم أكن أندمج أو أقيم علاقات تطبيع عادية فأنا أستطيع أن أقيم علاقات تطبيع مش عادية وذلك هذه رسالة معقدة جدا ومركبة جدا وقوية جدا إنه التطبيع بالكوة يعني من يعتمي الوعيه مثل هذا الفكر الاستعلائي العدائي هل يستطيع أن يكون جزء من المنطقة طبيعي وهذا سؤال جدا المهم خالد هذا جدا سؤال مهم إسرائيل الآن في هذه الحرب تقول أنا ما بدي أبكى مقنع أنا بدي أبكى مرعب أنا بدي أبكى أنه محترم أنا بدي أبكى مخيف إذن هي تستبدل الأمور ببعضها إذن أنا بدي أبكى الدول بدي أبكى سويسرا أنا بدي أبكى الدول المخيفة الدول المرعبة ومتكون تأخذوني أعضاء الأساس هذا جزء من الرسالة القوية وزا ما أنت قلت هنا التطبيع لا يكون أو إذا بدأت تندمج بالمنطقة مش بإنها هي إسبوهد السيليكون مش هي الدولة التي تزرع أو التي تصنع لا 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 الدولة التي تقتل وذلك تفرض رؤية تفرض وجودها هنا بهذا اللي نرى في غزة طيب بدي أسألك دكتور إلى متى يستطيع الجوار تحمل تبعات ترفيه الحرب لها تابعات حتى فيه بعد ديني وأخلاق صحيح وفيه أبعاد أخرى سياسية واقتصادية صحيح جوار هذا الجوار القريب وحتى الجوار البعيد بالضرورة هو يتحمل تبعات في ارتدادات لهذه الحرب إلى متى يمتلك قدرة هذا الجوار على تحمل تبعات هذه الحرب هذا سؤال مش بس راهن مش بس حاضر أيضا سؤال تاريخي بالعودة للتاريخ بنشوف أنه كل المشاريع الاستعمارية انتهت لأسباب كثيرة لأسباب كثيرة يعني على إسرائيل لم تقتنع وبعدها مش مقتنعة من الاستعمار هي تعتقد أنها عادت إلى وطنها هي تعتقد أنه صححت مسار التاريخ ولذلك رجعت على أرضها لكن هذا المفهوم طبعا هو مفهوم استعماري هي عمليا أنها مساركتش أرض يعني بتعتقد أنه يعني الصراع بيننا صراع صراع ممكن تسويته لذلك هل يمكن للإقريم أن يستوعب هذه الدولة بهذا السلوك لا تاريخيا بتقول لا لأنه كل المشاريع الاستعمارية انتهت نسقطة الثانية أنه لا يمكن لدولة من هذا النوع معتدية طويلة الوقت سنة 1948 لليوم معتدية طويلة الوقت أنه يحتمل هذا الإقريم الإقريم اليوم ضعيف إلى متى سيكون ضعيف هي قوية إلى متى ستكون قوية مدعوبي من الغرب إلى متى الغرب سيدعمها بالتالي إسرائيل أنا برأيي أنا برأيي متواضع وعلى هذا المنبر الكريم أقول أنه إسرائيل رغم أنه يدعون أنهم يفهمه أعتقد أنه عندهم قصر نظر شديد جدا جدا متى يمكن لنا أن نجزم دكتور أحمد بأن مسألة تمدد هذه الحرب باتت مسألة وقت لكنها حتمية آه طبعا طبعا لأنه الاحتلال خاصة من الاحتلال الإسرائيلي عمليا لا يهدأ ولا يرتاح إلا بابتلاع مزيد من الأرض وزيد من الإحلال ومزيد من الطرد هو عمليا شعاره معروف أكبر كمية من الأرض أقل كمية من السكان وبالتالي عمليا هو بيقول لك الدصادر الأرض وأطرد الناس هذا المشروع بهذه العقلية بده يصبح بدعم الحرب لابد من حرب مش بسيك هو بيقول أنه أنا هاي الأرض لي ومدام هي لي إذن بالتالي ولا حدا يدعي ملكيتها إذن بده يصبح حرب مش بسيك المواطنين الأصليين محرومين من الكرامة ومن السيادي وبدوا بيطالبوا فيها وهم والإسرائيل المحتل بقول لك ما أعطيكيش هذا الكلام إذن لابد من حرب حرب صحيح أنه للأسف فيها يعني في التاريخ الحرب لها دور الحرب لها دور في التاريخ البشرية الحرب للأسف بتفرض حلول ومش بسيك كل حرب بعدها بيجي فترة طويلة من الهدوء أكيد طبعا طيب إحنا كان واحد من الرهانات اللي حتى يمكن لا أدري طرف من الأطراف ربما كان رهانه أنه أن تخرج الجماهير العربية وبالتالي هذا هو الرهان في هذه الحرب المجنونة الملعونة صدقت النبوء القائلة بأنه الرهان لا على الشعوب المتحررة الشعوب أوروبا هي التي يمكن أن تشكل هذا العامل الضغط تضغط على حكومتات باتجاه لجم هذه الحرب يعني ضغط على الأمريكان ضغط على الأوروبيين ضغط بالتالي على الإسرائيلين لوقف هذه الحرب المجنونة في بعد أخلاقي في هذه الحرب كسرة إسرائيل عندما استهدفت الأطفال بكل هذه الصفاقة هي مش ما استهدفتهم بس وأشعرتنا بأنها تتقصد ذلك نعم أنا أقتل الأطفال ولهذا السبب نرى هذا العدد الهائل من الأطفال من بين الضحايا هدمت مساجد هدمت كنائس استهدفت سيارات إسعاف استهدفت مشافي استهدفت مرضى لم تبقي ولا تدر بالتالي هي تجاوزت كل ما من شأنه أن يعني يشكل أي شيء في بعد أخلاقي وإنساني إذا ما أفلحت الجماهير في الأوروبية فعلا بتشكيل يعني أداة ضغط على حكومة لوقف هذه الحرب في مفاعل هناك داخل هذه المجتمعات يعني ألا تستشعر هذه المجتمعات بأنها بدأت تفقد جزء من أخلاقياتها وهذه بالنسبة لعقول متحررة مسألة مهمة جدا دكتور هبة الشارع الغربي خلنا نسميها هبة الشارع الغربي الموضة الآن الموضة هو أن أكتبك بروبالستيريان أن أكتبك مع فلسطين صحيح للأسباب التالية أولا أنه الدم الفلسطيني أن تعفع كل الشاشات الأرض يعني صحيح المذابح متلفزة وبالتالي وصلت للوعي بأنه هذه إبادة جماعية تجري على الهواء أبوى شهر التالي هذا أولا ثانيا المواطن الغربي صار يحس أنه يدفع ضرائب لدولة عملية تمارس الاحتلال وبالتالي وبدوش يدفع ثلاثة مواطن الغربي أيضا فايت بأزمات مالية وسياسية وبالتالي عمليا هو ويرى أنه سببها سياسات دولته أو دوله التي تتعب إسرائيل النقطة الرابعة والمهمة جدا الهب هاي وإن بدت وكأنها تتعاطف مع أهل غزة وعشان فلسطيني ولكن هم أيضا هؤلاء يتحررون من ضغط اللوبيات الصهيونية والإسرائيلية واليهودية في بلادهم بمعنى في أمريكا تستطيع أن تنتقد رئيس جو بايدن تستطيع أن تنتقده وتشتمه لكن لا تستطيع أن تنتقد إسرائيل فما يبدو كأنه تعاطف مع غزة هو عملية الواقع أنهم يقولوا أنه نريد أن نتحرر من اللوبي الصهيوني واليهودي والإسرائيلي نحكي ننتقد بالإضافة بس الأخرى أنه هناك صار فيه فهم يعني كسر احتكارات المنصات الإعلامية الكبرى اللي تغسل أدمغة اتحرروا منها بالسوشال ميديا اتحرروا منها بالإعلام العربي اللي وصلهم وبالتالي صاروا يشوفوا صورة مزبوط النقطة الخامسة والمهمة وهذا مهم جدا أنه اللوبيات الصهيونية التي تفبرك دائما قصص يتم اكتشافها ليس كذابة لهذا السبب رأينا هذه الهبة الكبيرة التي يمكن يمكن أن تضغط على الحكومات أن تعدل سياسات وأنه تفضح الرواية الإسرائيلية المسيطرة طب أنت خبير في الشأن الإسرائيلي دكتورة متابع لكل مجريات الحياة من كل جوانب السياسي واقتصادي وحزبي وإلى آخر أقسم في الداخل الإسرائيلي لازلت هذه الحكومة لا أقول حكومة اليمين المتطرف الآن قد دخل جانس وغالانت وبات هناك مجلس حرب من يقود على الأقل السياسي الأمني والعسكري ومن يقرر في هذه المسألة من وجهة نظرة هل تبقى هناك شيء ولو بسيط من صوت المنطق والعقل داخل إسرائيل الذي ينادي بضرورة توقف هذا الجنون لا للأساس الآن الجمهور موحد الجمهور إسرائيلي موحد على ضرب غزة وضرب الفلسطينيين والتفسير هو أنه يعني رأى الإسرائيليون أنه ما جرى في 7 أكتوبر كأنه تفاجأوا فيه جدا وكأنه هذا يعني لم يحدث من قبل وهذا أنه يعني كأنه حدث ثريد من نوعه كانوا الإسرائيليين يريدوننا دائما أنه ضحية شاكرة ضحية هبلة ضحية ضحية مطيعة ضحية مطيعة ورغم 75 سنة احتلال الآن هم عندما رأوا 7 أكتوبر وكشف عيوب كثيرة وثكوب كثيرة في المنظومة الأبنية المنظومة المجتمعية تعرف الغلاف غزة كله من اليهود الشرقيين مش يهود غربيين اليهود الغربيين قاعدين في جوجدان في نصف البلد مش على الطرف كل ما ذولا يعني يمنيين وغاربي إلى آخرين بالتالي هذا 7 أكتوبر كشف كثير أمور كثير أمور وبالتالي صارت صدبة هائلة على مستوى الوعي على مستوى الأمن وعلى مستوى السياسي لذلك وضخموها إسرائيل ضخمتها أرادت أن تبتز العالم أنه فيه 11 سبتمبر عنا زي ما عندكم 11 سبتمبر إحنا عنا 7 أكتوبر وستفدت منها جدا جدا فينا تبتز الغرب وأن الأطلسي كله يجي طبعا مش بس بشأن تحبية إسرائيل يعني الأطلسي أجاب بالحاملات الطائرات مش بس بشأن حماية إسرائيل لا وأيضا مش بشأن النفوذ العالمي وقطع الطريق على منافسين عالميين آخرين بالتالي 7 الإسرائيل الآن موحد ضد هذه الحرب موحد يا بأسف معها هذه الحرب الآن هل في أصوات عاكلة لا للأسف يعني أنا بقرأ بتبع الصحافة الإسرائيلية بجوز الصوت الوحيد اللي بيقرأ هو صوت جدعون ليفي ويجب أنه عصب فكرة هذا للرجل يعني ممكن نحييه صحيح على ما يكتب لأنه يكتب ضد كل التيار السائد حقيقة التيار السائد والكتاب والمحلليين وإن آخرين الكل بكل كقطع الراس بحقيم حط إلا هذا الرجل بيكتب كلام لطيس رغم أنه في إسرائيل يعني لا يختلف اثناء على ضرورة طبما يعني أنه صرف نتنياهو من مش مشكلة هذه القصة ثامية أنه صرف نتنياهو إسقطت عن الحكومة لا هو بعد 7 أكتوبر وعد هذه الحرب اليمين الفاشي يسقط خلاص انتها الموضوع لأنه يعني همي اليمين الفاشي اللي ركب الحكومي قال أنه سنأتي لكم بأمن مغفش مثله كان اللي صار عكس ذلك لحك بهم عار يعني لا تمحول أيام على يد هذه الحكومة إذن بالتالي هذه الحكومة لن تقعود يعني التيار الفاشل لن يعود أعتقد لن يعود إن شاء الله أنا أود أن أشكرك أن كنت ضيفي في هذه الحلقة شكرا جزيلا رفيق عوض رئيس مركز الدراسات في جامعة القدس شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من بيت للكل لنا لقاء يجمعونا في حلقة أخرى قادمة حتى حين ذلك لكم محبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء